إذاعة إمراديو تقدم فقرة من الأبراج إعداد وتقديم باتريسيا مفور مرحبا، يوم جديد من عالم الفلك حمل مع توقعات جديدة إن شاء الله تكون إيجابية لكافة الأبراج البداية مع برج الحمل أنت حساس نوعا ما وتشعر بالقلق حول الأمور المادية أحيانا يصعب عليك أن تفهم ذلك على الرغم من جهودك لضبط ميزانيتك واختيار مشترياتك مهنيا تشعر أن هناك تقدما واضحا في العمل وهذا الأمر سيسرع كل المبادرات التي تجعلك تتقدم وتترقى عاطفيا الوضع غير جيد بينك وبين الحبيب وهذا يسبب ازياد الأنانية وعدم القدرة على التفاهم صحيا برج الحمل من الضروري إجراء فحوصات طبية وعدم إهمال أي إحساس أو شعور غير طبيعي بالنسبة للصحة أورانوس في برجكا وسيستمر في أحداث تغييرات قد تتحدى هذا الشعور الداخلي بالأمان الذي تشعر به من المهم أن تتذكر كل ما تعلمته عن الأشياء التي تجعل إحساسك بالذات والحياة مستقرا مهنيا عليك أن تبتعد عن الفوضى التي تبعثر طاقتك في اتجاهات مختلفة وغير منتجة في العمل عاطفيا ستشعر بمزيد من الثقة والتمكين لأنك قادر على الشعور بنقاط قوتك بدلا من ترك التغيير يثير مخاوفك صحيا برج الثور مشكلة صحية أو عارض قد يثير قلقك هذا الأسبوع من الضرور أيضا أن تنام الوقت الكافي وأن تنتبه لنوعية طعامك ونشاطك الرياضي أو الترفيهي أحد الدروس التي أرسلها لك الكون هو أن تنظر إلى داخلك أكثر سيسمح لك ذلك بالبقاء ثابتا بغض النظر عما تمر به وسيساعدك أيضا على عدم التمسك بالأشياء التي تجاوزتها بالفعل بسبب الخوف من المضي قدما مهنيا اليوم تجد نفسك نشيطا ومندفع ولديك أفكار مبدعة للنجاح على كل الأصعدة خاصة التجارة والعلاقات العامة عاطفيا اليوم من الممكن حدوث اختراقات وإنجازات عاطفية كبيرة يمكن أن توضح لك المسار إلى الأمام كن جاهزا صحيا برج الجوزاء حافظ على صحتك ولا تتعب نفسك أكثر من قدرتك منكمل مع برج السرطان من المهم أن تتذكر أن الفرح ليس شيئا موجودا فقط عندما يكون كل شيء مثاليا ولكنه شيء تستحق أن تشعر به بغض النظر عما يحدث من حولك فكر اليوم في كيفية اختلاف واقعك الحالي اختلافا كبيرا عن الحياة التي كنت تتوقعها حتى هذه المرحلة مهنيا تحتاج إلى تنظيم نفسك وتنظيم وقتك لتستفيد من كل الإمكانيات المتوفرة لديك لأن الفرص السانحة تمر بسرعة هذه الفترة عاطفيا أهم شيء اليوم هو أن تفهم أن ترك مساحة لحدوث ما لا يمكن تصوره هو ما يسمح لك بالمعجزات التي كنت تبحث عنها مع الشريك صحيا برج السرطان تحتاج اليوم إلى الراحة والنوم وإلى تغذية مناسبة لكي تستعيد الطاقة التي فقدتها خلال الأيام السابقة ثق بنفسك اليوم حتى في الأمور التي لا تصدق لأن التفاؤل هو قوة إيجابية تجعلك تنجح في العمل والحب والاختلاط بالناس مهنيا لست متحمسا إلى العمل والتعب بل إلى المشاريع الترفيهية التي تجمعك بالأحبة لكن لا تبالغ ولا تنسى واجباتك المهنية والعملية عاطفيا فينو سينهي رحلته عبر الجوزاء مما يعني أنه قد تكون هناك بعض النتائج غير المتوقعة للقرارات المتعلقة بالقلب صحيا برج الأسد تناول الأطعمة المفيدة يساعد في بناء الجسم بشكل تام كما أن الحفاظ على تناول المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم مفيد جدا لجسم صحي وسليم برج العذراء سيلهمك الفلك للنظر إلى الأشياء في ضوء جديد تماما مما سيساعدك على تحقيق مستوى جديد في حياتك أثناء تنقلك خلال اليوم قد ترغب في الخروج من أي خطط تقمت بوضعها واستكشاف أشياء جديدة مهنيا كوكب الزهرة يعطيك النجاح الاجتماعي والعملي وعليك مساعدة زملائك في العمل في أمور تفهم بها أكثر من غيرك عاطفيا عليك باختيار الأشياء المناسبة لك في علاقتك العاطفية وأن تكون صائبة وألا ستدفع لها ثمنا سلبيا في أوقات لاحقة صحيان برج العذراء تعاني من مشاكل صحية لذا يجب عليك أن تزور الطبيب والحرص على تناول قدر كبير من المياه وممارسة الرياضة بشكل يومي عزيزي برج الميزين ابحث عن الأشياء التي ستحول حياتك للأفضل ولاحظ أنه حتى في خضم الفوضى فأن الكون يعمل دائما لصالحك كل يوم هو فرصة للعيش بشكل أفضل مهنيا حاول أن تضع خطة مميزة تتوافق مع الظروف الحالية في عملك لتحقيق الكثير من النجاحات في حياتك المهنية عاطفيا عندما يتعلق الأمر بالحب لا ينتهي الأمر بالطريقة التي تعتقد أنها الأفضل في التعامل ولكن بقلب مفتوح ستجد أنه سيؤدي دائما إلى وضع أكثر إرضاءنا للطرفين صحيا برج الميزين الصحة جيدة ولا مضاعفات سلبية على صحتك نكمل مع برج العقرب اليوم من الحكمة التفكير في الخيارات السابقة والحالية وكيف أثرت على حياتك وحتى كيف يمكن أن تفعل ذلك في الأشهر والسنوات القادمة كم بتبني الخيارات التي يتطلب منك القيام بها هذه الفترة مهنيا الأفكار الكبيرة والجديدة تأتي دائما من كل من يتمتع بالجرأة والشجاعة أنت أيضا معني بهذا الأمر مشاريعك ترى النور بعد تأجيل متكرر عاطفيا سيلهمك الفلك للقيام بما تشعر أنه مناسب لك مما يعني أنك قد تكون حرا في متابعة عواطفك نحو الحبيب صحيا برج العقرب يوم مناسب للرياضة فجسمك سيقول لك شكرا على هذه المبادرة فلا تتكاسل عزيزي برج القوس ابقى بعيدا عن الإجهاد العقلي وتخلى عن الكسل والعزلة لتكون ناجحا ومن المستحسن أن تتخلى عن عادتك في الإفراط في التفكير والتوتر انغمس في بعض التدليل الذاتي لرفع مزاجك مهنيا سيكون اليوم سلسا بالنسبة إليك وسوف تكون قادر على إدارة جميع المواقف الصعبة وعليك الحفاظ على حسن النية مع الجميع لكي تنجح في عملك عاطفيا أنت مكتفي بمن تحب لا تحتاج إلى المزيد من الأشخاص في حياتك العاطفية صحيا برج القوس عليك التفكير جيدا في نظامك الغذائي لتشعر بتأثير إيجابي على عقلك وجسمك منكمل مع برج الجدي قد تمر بحالات من الحيرة والضياع والشك بنفسك والآخرين وهذا ينعكس بشكل سلبي على مزاجك وحسن علاقتك مع الآخرين واستقرارك النفسي والاجتماعي مهنيا الحظ لن يتخلى عنك اليوم إنما قد يأخذ أشكال مختلفة في المكان والزمان كن وعيا وانتبه إلى الفرص المتاحة أمامك عاطفيا انتبه أيها الجدي اليوم سيكون ديك بعض المشاكل العاطفية من تأثير زحل السلبي على برجك صحيا برج الجدي حافظ على نشاطك ومارس التمرين الرياضية بصورة يومية وابتعد عن تناول السكريات التي تسبب لك زيادة في الوزن ملكمل مع برج الدلو عليك الحفاظ على الهدوء في الفترة المقبلة لتكون أكثر سعادة لا تفرط في التفكير في أي شيء وعمل بجدية أكبر وعليك أن تحافظ على هدوئك وتصبح أكثر وضوحا مهنيا اختصر الأعمال التي تستهلك طاقتك الجسدية والفكرية خصوصا إذا كان يمكنك تأجيلها لوقت لاحق عاطفيا عليك توقع لحظات رومانسية هذا اليوم خاصة للفتاة الميزان التي تبحث عن شريك يريحها ويبعد عنها الملل وروتين الحياة صحيا برج الدلو الهم والتفكير السلبي قد يؤثر على صحتك ويجعلك حساسا وميالا للكآبة وصلنا لبرج الأخير الحوت في الفترة المقبلة ستمر بكثير من المشاكل والتعقيدات عليك أن تكون صريح وواضح ولا تشتت نفسك بمشاكل فرعية لا تخصك وقد تزيد الأمور سوءا وتجعلك تحت ضغط كبير مهنيا فرحة كبيرة خلال الفترات المقبلة والحصول على تغييرات إيجابية بحياتك المهنية عاطفيا يومك ناجح في الصداقة والحب خصوصا لموليد العشرية الأولى والثالثة صحيا برج الحوت تتمتع اليوم بجسم صحي وعقل سليم من المحتمل أن تصل إلى إحساس بالانتعاش العام من حيث الصحة مستمعين هدي كانت كل معلوماتنا للأبراج لهيدا اليوم دايما تبعوني عبر إذاعة أمراديو ترجمة نانسي قنقر